من مدينة إلى أخرى ومن مخيم لآخر تحاول هذه الأسر البحث عن لحظات آمنة في بلد مزدحم بصراعات والفقر والمجاعة فبعد رحلة معاناة طويلة نزحت من صعد العديد من الأسر حتى وصلت إلى مخيم نزوح بالقرب من صنعاء لقد هربت النساء واطفالهم من الموت برصاص ميليشيا الحوثي وقصف طائرات التحالف لكنها الآن وفق وكالة رويترز تعيش حالة الخوف من الموت تحت قصوة البرد في مخيم خمر الذي يعاني نقصا كبيرا في الثياب والبطانيات والإمدادات الغذائية لدرجة أن الأطفال يستدفعون بنار تشعل في العراء عند نزول الأمطار الغزيرة التي تغمر المخيم في فصل الشتاء القارس منظمات اللغاثة تحاول وضع تحسينات متواضعة لمخيمات اللاجئين لكن أغلب هذه المخيمات لا تتمتع بالكثير من الأمان فالقتال يدور على بعد عشرة كيلومترات من بعضها كما هي رواية مجلس اللاجئين النيروجي ليرويترز كما أن وعورة الطبيعة الجبلية ونقص المال وانقطاع الكهرباء عوامل تضاعف من معاناة النازحين الذين فروا من ديارهم هربا من المعارك تبدو قصة النزوح في اليمن كجزء من مشكلة كبرى تتعلق من عدام الأمن الغذائي وتحاول المنظمات الدولية ضخ المساعدات الإنسانية للمحتاجين داخل مخيمات اللجوء وخارجها والذي يصل عددهم وفق برنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من 12 مليون في ظل تحذيرات أممية من مخاطر مجاعة جديدة أطلقها منسق الشؤون الإنسانية في اليمن داخل مجلس الأمن الخميس الماضي والذي أكد على أن المساعدات الدولية لا تصل في الوقت المناسب